فلذلك طبيعة عملية الاستهتار اللي صايرة وانه هو كل على بعد يعني تقريبا ثمانية او سبعة كيلومتر المناطق اللي انا ذكرتها الكم ودي يستخدمون نفس هذه الصواريخ اللي يفجر وان وان او سبن دي يستخدموها وهي صناعة ايرانية لهذه الصواريخ ونحن تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا ونحن نكرر هذا الامر مرة اخرى فيوضح طبيعة هذه الاطراف اللي دا تسوي هذه العملية فهم بالنسبة لهم مشكلة وممكن الآن ان يسوون ضربات ضد قاعدة عين الاسد او غيرها ممكن هذا نشوف هذا الموضوع لذلك الامر المهم اللي احنا نريد ايضا ان نفهمه بالنسبة للميليشيات انه هم دا يكررون الضربات لانه الان لو صارت الفرضية لضربة اي قاعدة مثلا قاعدة عين الاسد على سبيل المثال كل الناس راح تنسى شنو اللي صار في مطار اربيل والتحقيقات مالتها او قاعدة بلد الجوية او السفارة الامريكية اليوم احنا نحكي بالسفارة الامريكية باتشر ممكن نحكي بامر ثاني ومختلف فهو خلص يعني كل ضربة تغطي على الضربة اللي قبلها لان هذا ترند ماشي عندنا بالعراق